اشتكت عائلات نزحت من منطقتين زنقورة والقرية العصرية شمال غربي الرمادي عند وصولها إلى صحراء غربي الرمادي من عدم حصولها على خيام تؤويهم بينما حصل بعضهم على هياكل فقط معاناة كبيرة يعيشها النازحون من مناطق الزنقورة والقرية العصرية شمال غربي الرمادي بسبب النزوح في صحراء قاحلة لم يجدوا فيها سوى هياكل وبعض الخيام التي أصبحت تأوي العشرات تحتها النساء والأطفال وكبار السن يشتكون سوء الحال الذي وصلوا إليه بسبب حروب لا ناقة لهم فيها ولا جمل بينما تلتزم حكومتهم الصمت تارة إزاء ما يجري وتلقي اللوم على الإرهاب تارة أخرى بينما يعاني المواطن التدهور ويعايشه كل يوم اعتقالات طالت اليجال من العوائل النازحة لأغراض التحقيق في انتمائهم لتنظيم داعش رغم تلك المعانات التي عايشوها بينما يبقى الأهالي مطالبين بالإفراج عن ذويهم دون أية إجابات من قبل الحكومة حال يشكو قساوته وظروف أمنية ومعيشية متدهورة ومواطن يأمل بتحسن الحال